يشهد سوق الأسهم الأمريكية مطلع هذا العام ارتفاعاً مستقراً وازدياد المؤشر الأخضر في وولستريت مع اعتبار أن الارتفاع لم يكن ملفتاً جداً مما أثار مخاوف بعض المراقبين فيما يتعلق بالاستدامة وتفشي التضخم على حد قولهم في الحقيقة لاحظنا أن سوق الأسهم الأمريكية في ارتفاع مع مطلع هذا العام 2018 بخلاف التوقعات التي كانت تتنبأ غير هذا حيث ساد اللون الأخضر كثيراً تعود أسباب الارتفاع إلى عدة أسباب ومن أهمها أن الطلب على منتجات الشركات الأمريكية انتعاش بشكل نسب خلال الأسواق العالمية خاصة من اليابان وبعض الأسواق الناشئة الأسوية وبعض أسواق اليورو أظهرت بعض التقارير خلال الشهر الماضي استقرار معدلات البطالة عند أدنى المستويات منذ مطلع عام 2001 مما أدى إلى تسارع وتيرة النمو في متوسط الدخل إلى 3 من 10% ورغم أن الدولار الأمريكي افتتح أداءه السنوي بشكل سلبي إلا أن البعض شكك من الأدلة التي تشير إلى تزايد التضخم مما يعني أن أسعار الفائدة من المرجح أن تبقى قريبة من مستويات منخفضة قال بعض المراقبين بأن الاقتصاد الصيني يشهد توسعا مستقرا في الأسواق العالمية مما نعكس إيجابا على السوق الإمريكي وهذه المرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية أن يحدث هذا التزامن في النمو بين السوقين للإخباري أحمد القرني واشنطن واشنطن